ست تريكات جميلة جدا داخل موقع كانفا الكثير من حضراتكم مش عارفها داخل هذا الموقع اللعب قريب تعال نشوف مع بعض يلا بنا اول تريكة بنيجي على موقع كانفا وبنيجي على جزء خاص بالأبس او التطبيقات او المواقع المرتبطة بموقع كانفا وانا ممكن في خانة البحث حاجة اسمها تايب وانا نختار تايب كرافت نختار تايب كرافت وتطبيق المميز ده بيقوم بعمل تصميمات بالشكل اللي انت عايزه عبارة عن او تصميم خاص بالكلمات والنصوص حاجة بجد منتهى الاحترافية ازاي بقى؟ تيجي انت على كلمة وهنا بنكتب اي نص انت عايزه مثلا زي كلمة ريمون مثلا و هلوة جدا كده تختار ممكن الفونط من هنا نخليه ممكن زي ما هو او انتون اتاليك وبنختار الاسطايل زي كده مثلا شايف انت؟ ويكون بالمنظر ده انت بقى عندك بالامكانية ممكن تغير في شكل هذا التكست زي ما انت عايز شايف انت اوه حاجة بجد احترافية جدا مع تغيير طبعا هذه النقاط ومستمع بيتم تغيير التكست وشكله زي ما انت عايز شايف انت؟ حاجة بجد لذيذة جدا 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 طبعا بقى انت عندك الامكانية ممكن تخلي كده وتكبره مثلا من هنا اوه لا حاجة شايف انت؟ اه وطبعا انا بحاول اعقاد الامكان ايه اوه بس الطريقة كيف انت ممكن تسحب هذه يعني هذه النقاط وتعمل بها ممكن او تصميم خاص بالكلمات والنصوص انت ممكن تستخدمها بشكل احترافي لو انت شغال في مجال الطبع عند طلب او بعد ما خلصت هذا التصميم دوسنا على طول وبس كده حضرتك عندك تصميم جميل جدا احترافي مليون في المية داخل موقع كانفا تاني بقى تركة نجي برضو على الجزء الخاص بالأبس او التطبيقات زي ما اتفقنا وننزل بحث شوية كده لحاجة اسمها دي عبارة عن تطبيق معين بيتيح لحضرتك انشاء شخصيات كارتونية بتعبيرات وجهية مختلفة بشكل جميل جدا وبشكل مجاني داخل موقع كانفا هنا عندك انت ممكن تتغير بقى في الرأس نفسها من الشعر وخلافه التعبيرات الوجهة واحد سعيد زعلان غطبان وكمان برضو الجسم او اللون البشرة نفسها على سبيل المثال افتح معاكم بس كده ومسلا هدى مثلا بالبادي كمثال طبعا ده الطفل الصغير كده انا ممكن اخليه ممكن زي الفيميل جاست كده اخترت هنا ايه تغيير ممكن بشكل مميز جدا بضغط زر واحدة انا ممكن بقى اغير في الهد ممكن اخليه ممكن شاب زي كده او كده او كده اها شايف انت وعندك طبعا كده اوبشن زي ما انت عايز دوسنا باك وممكن تغير برضو الفيس يعني ممكن ده انا مبسوط ممكن نخليه زعلان اه ممكن تخليه زي كده ممكن بنشوف برضو مديد من الفيسز زي كده مثلا عندك ممكن تغير برضو البادي ممكن تخليه قاعد ممكن تخليه مثلا بيتنطط رافع ايده شايف انت بيتزحلق وهكذا بقى معاك مثل هذه الكاراكترز او هذه الشخصات الكارتونية انت ممكن تستخدمها في عمل بريزنتيشنز في عمل عروض تقديمية في فيديو تقديمي زي ما انت تريد وبشكل مجاني التركبة رقم ثلاثة دي جميلة جدا الحقيقة انت بقى بتيج ممكن على موقع جميل جدا اسمه color hunt طبعا الموقع ده حقيقة لو ممكن انتم امتعرفوش هو بيحتوي على الاف وملايين من color balance او صفايح الالوان طبعا الوان متناسقة مع بعض بشكل جميل جدا انت ممكن تستخدمها في عمل تصميمات في تلوين ممكن صورة معينة في تصميم او في تلوين قالب معين وخلافه انت مثلا حايا بتعمل تصميم او تغير لون قالب معاك في موقع canva كمثال لاحدة هذه الالوان المتناسقة معا يعني كمثال انا ممكن طبعا ابحثنا عن مثلا بالتس معينة ذاته اللون واللي يكون الريد الاحمر كمثال يعني ومنسمى هناك كل جميع الصفايح او الالوان او اللون الاحمر وفيها الوان متناسقة مع اللون الاحمر زي مثلا ال مثلا كمثال ادوس عليه كده وبعدين اعمل دونلود لهذه الصورة وبعدين ارجع على موقع canva كمثال وعملنا ابلود لهذه الصورة الخاصة بcolor palette وهنا انا ممكن اسحب ولكن اختار ممكن اي تصميم او اي قالب معين زي مثلا هذا القالب الجميل شايف انت طبعا ده شكله الرئيسي تمام؟ انا ممكن بس اعمل ايه هنا duplicate page عشان لديكم بس الفرق بصبا وعم هنا drag and drop بالصورة الخاصة بالcolor palette احنا انجبتها من موقع color hunt اهو ده شايف انت او بالمنظر الجميل ده انا احاول ان اطبق هذه الوان المتناسقة على هذا القالب او هذا التصميم انجاز التعبير اضغط كلمين ومثالما اعمل هنا apply colors to page ومثالما يتم تطبيق هذه الوان المتواجدة داخل هذه الصورة على القالب في الخلف اضغط ايه شايف انت بشكل جميل جدا طبعا بعد انك انا ممكن تعمل لنا apply colors to page shuffle يعني او برضه تغيير اهو شايف انت؟ ومثالما يتم تنسيق هذه الوان وتوزيعها بشكل متناسق على هذه الصورة او هذا القالب بشكل جميل جدا ويهو بشكل احترافي خلاص بقى توصل انت للون انت عايزه او الشكل انت عايزه بهذا المنظر العبقري القالب الاولاني وهنا بقى القالب بعد اضافة هذا color palette بشكل جميل جدا ويهو بضغطات ونقرات صغيرة اتركب رقم اربعة طبعا كلكم ممكن اعرفته بكده انه كان من اكتر مشاكل اللي بتواجه الناس والمصممين داخل موقع canva الجزء الخاص بيه توزيع او تناسق ال layers او الطبقات داخل القالب او داخل التصميم طبعا ديكت مشكلة حقيقة بتواجهت كثير جدا للناس اللي انت ممكن بقى لو حيب تحرك ممكن تاكزت معين فبيكون مثلا ايه لازق ومتلاسق ممكن مع المنت اخر او عنصر اخر سواء كان صورة او نص اخر فطبعا بقى في موقع canva تم استحداث هذه الطريقة من خلال استخدام layers ازاي بقى انت بتختار ممكن هذا القالب بشكل كبير ودوس هنا على كلمة position وانا بقى يظهر لك هنا في جزءين كبار arrange و layers هنا بقى بتلاقي جميع الطبقات الخاصة بهذا القالب او هذا التصميم انت ممكن حيب تتحرك مثلا هذه الكلمة مثلا تمام فانت بتختاره كمثال ومن ثم بقى تتحركها زي ما انت عايز بدون اي او تحريك اي عنصر اخر سوى هذه الجملة وهذا العنصر فطبعا حياتي تتبقى تتبقى جميل جدا داخل موقع canva الترك بقى رقم خمسة انت ممكن نصفها كده جميلة وانا بقى في الجزء الخاص ب elements نبحث عن حاجة اسمها green screen او الشاشة الخضراء في قسم الفيديوز وطبعا هنا منلاقي جميع الفيديوهات الجميلة جدا اللي ممكن بتحتوى على الميمز او ومختلف هذه الصور الجميلة بخلفية خضراء حاجة بجد حياة منتها الجمال من داخل موقع canva انت بقى ممكن تسلم هذه الخلفيات وهذه المقاطع الفيديوهات بشكل react او بشكل ميمز داخل فيديوهاتك بشكل مميز كده طب هنا ايجي سؤال مهم جدا انت من زي ممكن بقى احذف هذه الخلفيات الخضراء حتى ابقي على العنصر الرئيسي داخل هذا الفيديو يعني كمثال ممكن ايه اجي اجي مثلا جزء خاص بهذا الديناسورة شايف انت هو بيجري كده زي الفيلم ممسوط يعني هنا بقى عندك الاوبشن لو انت داخل موقع canva هتلاقي طبعا بقى في الجزء خاص بـ ومثلما تعمل في الجزء خاص بالـ وتعمل وانا في ظرف ثواني بتم حسف الخلفية الخاصة بهذا الفيديو بشكل جميل جدا جدا طبعا بقى لو انت تعمل على برامج خاصة بالمونتاج مثل بريميور برو فيلمورا وكاب كوت وخلافه طبعا دايما هتلاقي في اوبشن اسمه cut out ده يعني في ازالة الخلفية من العنصر الرئيسي داخل الفيديو او داخل هذا المقطع الاو هو الشاشة او الخلفية الخضراء حاجة بجد منتهى الجمال ومنتهى الحلاوة اما بقى تركك رقم ستة معنا من هاردة في هذا الفيديو الانتباع حقا لو انت عملت ممكن بوست خاص بانستجرام او تويتر وفيسبوك كمثال في هذا المثال انت ممكن تقوم بعمل نشر لهذا البوست بشكل وبشكل مباشر الى مناصلات السوشيال ميديا بضغط زر واحد حتى لو كان انستجرام ريال ايوه انستجرام ريال لما تخلص هنا هذا الريل او هذا البوست تجد الجزء خاص بالشير وانا بقى عندك الامكانية تعمل شير اون سوشيال تختار اي منصة انت عايزها سواء كان انستجرام او فيسبوك بنترست تيمبلر زي ما انت عايزك طبعا بشرط تعمل انت او ارتباط مباشر مع حسابك داخل هذه المنصات الاحلى بقى انت ممكن برضو درج هذا التصميم او هذا البوست في اكتر من منصة اخرى متربطة مع موقع كانفا شايف انت او انت ممكن حتى كمان تعمل دولود لهذا البوست عنك في دراب باكس في جوجل درايف ممكن تعمل حوله الى سناب شات الموقع الاخرى الخاصة بالتصميم ومختلف هذه التطبيقات الجميلة الاحترافية اللي ممكن معظمكم مش ملم بها اطلاقا اشتركوا في هذا الفيديو عاكم حضراتكم ولو كان في اي سؤال اي اسف سندان معكم اشتركوا ان شاء الله هذا الفيديو قادم مقوي ما اشتركوا في القناة